مرحبا وشكرا لم تابعتكم تيك ميشن اليوم راح اعرفكم على اصغر مانع اهتزاز او جيمبل موجود اليوم للكاميرات عديمة المرآت زيون اكرين ام ثري اول شي بحب اشكر زيون لانه مبعتوا لي هذا الجيمبل من اكتر من شهر من الصين حتى نكون اول قناة عربية واول قناة بالمنطقة بتقدم لكم يعني شكرا جيون الحقيقة هذا الجيمبل اجاب وقت كتير مثالي بالنسبة للي تحديدا لانه اجابي نفس الوقت اللي جبت فيه كاميرا سوني زي في اي تان اللي شافينا هون مو بس هذا الجيمبل ممتاز للكاميرا من حيث الحجم والوزن والاداء هو كمان بنفس اللون شايفين شو طالعين حلوين مع بعض طبعا القصة مو قصة حلق نحنا عم نحكي عن جيمبل صغير الحجم صغير الوزن بيحمل كاميرات كروبت سنسر بشكل كتير ممتاز بيحمل كاميرات فول فريم اذا كنا شاطرين بالموازنة بيجي مع ضو فيديو داخلي بيجي صغيري بتخلينا نتحكم بكل شي ومع سهولة استخدام ما في متلا لتصوير الفلوكات وحطه للتصوير الفني والاحترافي وكل هادا الشي بسعر كتير مناسب تابعونا قبل ما نبدأ خلوني اذكر شي كتير مهم ما رح ركز عليه كتير بفيديو اليوم هادا الجيمبل ممتاز للتصوير بالموبايل وبيعطينا امكانيات كتير حلوة لانتاج فيديوهات مميزة باستخدام موبايلات مثل ايفون 13 او اوبو رينو 6 او غيرهم زيون عم تبعت لنا معه قطعة خاصة حتى نثبت الموبايل عليه انا رح ركز اليوم على استخدام هذا الجيمبل مع الكاميرات بس اذا انت بتصنع محتوى بالموبايل هذا الجهاز كتير ممتاز للك نرجع للتفاصيل زيون كرين ام 3 هو جيل التالت اللي ايجا بعد كرين ام 2 وكرين ام 2 كان مخصص للكاميرات الاصغر بالحجم الكاميرات الكمباكت مثل سوني زي في ون مثلا او كاميرات الاكشن مثل جو برو هيرو 10 او غيرهم زيون كرين ام 3 عم يتابع بنفس الفئة وممتاز لإله بس عم يضيف علي الكاميرات عديمة المرآت ميروليس بس مع الحرص انه اجمالي الوزن يضل خفيف بما فيه الكفاية هلأ رح نجرب سوا نوازن كاميراتنا عليه ونشوف النتائج بس خلونا قبل نحكي عن تصميم الخارجي التصميم الخارجي جميل جدا وملفت للنظر خصوصا وقت من قارنه مع الجيل السابق ام 2 اللي كان تصميمه شوي مبسط اللون الابيض حلو كتير خصوصا مع اللمسات بالاسود بالقبضة وبأماكن مختلفة الجيمبل بيجي مع قاعدة ترايبود وحسب الباكيج اللي بتشتروها مجموعة اخرى من الاكسسوارات عنا اقفال للمحاور بتسهل علينا النقل والموازنة كمان المحاور عموما صارت ابعد عن بعضها والمحور الخلفي تحديدا صار اوطب منيح منشان ما يحجب الشاشة عنا شاشة لمس ممتازة بالسطوع وسهلة الاستخدام جدا منتحكم فيها بالاعدادات كلها وبانماط التصوير ايضا هلأ منحكي عن الانماط زر التشغيل من الجهة اليمنى هون وتحته منفذ الشحن بالمنتصف تحت الشاشة عنا الجويستيك عنا زر ام للتغيير السريع بين الانماط وتحته زر التسجيل من اليسار عنا منفذ ربع انش لتثبيت الاكسسوارات وتحته العجلة تبع الاضاءة الداخلية هلأ منحكي عنا من وراء عنا رنج تغيير اعدادات الكاميرا ممكن نخصه الاس او او الشتر او فتحة العدسة او الزوم او اي شي وتحته زر الجيمبل الشهير الجيمبل عم يجي مع ميزات كتير متقدمة ما شفناها من قبل في عنا الاضاءة الداخلية اللي هي هون وبتجي مع قاطية لتغيير اللون بتثبت مغناطيسيا تشغيل الضو بيكون بالضغط الطويل على هاي البكرة وبعدين منرفع الاضاءة او مننزلها من نفس البكرة ميزة مفيدة جدا بالحالات اللي ما فينا نحمل فيها اضاءة احترافية الميزة الثانية اللي عم تجي مع الحزمة البريميوم هو نظام المايكروفون باستخدام هاي القطعة اللي منوصلها بالاسفل بصير فينا نوصل اي مايكروفون عن طريق وصلة ربع انش ومن هون منوصل الجيمبل على الكاميرا لحتى يوصل الصوت مباشرة للكاميرا ويتسجل على الفايل تبع الفيديو فينا نستخدم المايكروفون اللي بعثته زيون مع الحزمة اللي هو هاد بس طبعا ممكن نستخدم اي مايكروفون تاني عنا يا على الجيمبل مو بالضرورة المايكروفون الجاي مع زيون طالما انه عنده وصلة XLR وفي عنا وصلة من XLR لربع انش هاي تجربة الصوت من مايكروفون زيون ذات نفسه ومتل ما شايفين الصوت مو سيء ابدا ما فينا نقول انه ممتاز بس مو سيء ابدا راح احكي كمان شوي حتى تقدروا تشوفوا جودة الصوت بنفسكن وعمما فكرة وجود جاك المايكروفون على الجيمبل فكرة ممتازة جدا وبهان نجيون عليها بكل تأكيد موازنة الجيمبل سهلة جدا بفضل افل المحاور النقطة الوحيدة السلبية اللي عندي اياها انه هادا الافل بالتحديد صعب التحكم فيه اذا الكاميرا قريبة منه وهالشي عم يخليني اضطار بعد الكاميرا منيح عن المحور بمجرد ما عملنا الموازنة كتير سهل نشيل الكاميرا عن طريق هالزر اللي بخلنا نسحب الكاميرا مع القاعدة ونرجع نرجعها بسهولة من دون ما نعيد الموازنة الشاشة الصغيرة مفيدة جدا وسهلة الاستخدام هي شاشة لمس طبعا ومن هون نقدر نشوف مستوى توازن الجيمبل ومن هون عنا الاعدادات العامة ومن بين الكاليبريشن للموتورات على سبيل المثال عنا كمان التحكم بقوة الموتورات وسرعة الحركة وسرعة الجويستيك وكل شي تاني من هون منتحكم بالمود تبع الجيمبل عنا المودات الشهيرة من جيون اللي هي Pan Follow, Lock, Follow, POV عنا نمط جور رياضي ونمط Vortex اللي بيخلي الجيمبل يدور الكاميرات 360 درجة بس ما تستخدموه مع الكاميرات التقيلة بالوزن واخيرا لمحبي سوشال ميديا عنا نمط Portrait اللي بيخلنا نصور بالطول منيجي على السؤال الاهم شو هي الكاميرات اللي بيناسبها هذا الجيمبل بالدرجة الاولى هي كاميرات APS-C أو Crop Sensor هون عم استخدموه مع Sony ZV-E10 مو بس مثالي الى من حيث القوة والحجم والاستخدام كمان من حيث اللون وكمان مرة شايفين شو لابقين لبعض؟ هون كمان عم استخدم الجيمبل مع كاميرا Nikon Z50 كاميرا APS-C ايضا مثالي ومناسب تماما وللكاميرات الكمباكت مثل هاي سوني ZV-1 كمان مثالي بس جيون عم تقول انه كمان ممكن نوازن عليه كاميرات فول فريم هاي كاميرا سوني ألفا 1 مع عدسة 50 مليمتر G العدسة خفيفة جدا وقدرت وازن الجيمبل وبقدر صور عليه برياحة ومو بس هيك ضل في مجال لحركة كاملة وشاملة للجيمبل وما عندي أي محدودية والحقيقة ما عذبني أبدا حتى بحركات الفولو القوية جدا مثل اني ارفعه للأخير هيك بس طبعا ما فيني اتوقع انه قدر اعمل حركات قوية وسريعة للحركات الهادئة والبسيطة ممتاز تماما بس هالشي بيفطرد استخدام عدسة خفيفة مدى ما صارت العدسة أتقل بشوي بصير أصعب انه نوازن ونستخدمه هون مثلا مع عدسة 24 مليمتر جي ماستر اللي أنا باستخدمها عادة على الجيمبل ومع اني قدرت وزنه تماما لكن عندي محدودية بالحركة متل ما شايفين والاستخدام صار أصعب بشوي بس مع هيك بعطي جيون 10 على 10 انه قدرت تعمل هالشي بجيمبل من هالحجم انجاز ممتاز تماما وبيعطيني فكرة عن قديش رح يكون الجيل القادم M4 لسه أقوى وأقوى بتجربة الاستخدام الجيمبل جميل جدا وما عندي أين أتصل بي عليه خفيف الوزن سهل الموازنة سهل الحمل وكتير سلس بالاستخدام وأنا شخصيا رح استخدمه مع ZVE10 للفلوكات ولتصوير التجارب بالفعاليات وأثناء السفر عنا تطبيق على الموبايل هو ZY Play بيسمح لنا نتحكم بالجيمبل بشكل كامل وكمان بإعداداته خصوصا اختيار نوع الكاميرا اللي حاطينا عليه حتى نقدر نتحكم بإعداداتها هون مثلا أنا اخترت كاميرا سوني حتى أتحكم بكاميرا ZVE10 التطبيق كمان بيسمح لنا نحدث الفيرموير لما بيكون في عنا أبديت بالخلاصة جيمبل ممتاز وتحديث كتير مهم على سلسلة M من جيون أكيد رح يتحول لجزء مهم من معدات إنتاج المحتوى هون عنا بيتك ميشن للسعر والتوفر شوفوا الرابط بالشرح تحت شكرا لم تتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبة للكم ما تنسوش تتركوا بالقناة وتتابعوني على انستغرام وأنا بشوفكم بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر